فريق قلت لك داي يريد يعوضي فخسر مو نقطة ينهمين خسر ثلاثة توقعها يعني تعتبر خسارة لهم اها نعم تعادل الجوية مع الديوانية خسارة نعم مع ترماتي الفريق الديوانية يعني تتفق كابتن وانت سألت الكابتن هيسم على سباب التعادل يعني حقيقة حارس المرمى كان سبب رئيسي في التعادل لأن ضربت الجزاء كان في الدقائق الأخيرة نعم دقيقة 84 84 83 يمكن كان الحارس المرمى يمكن لأكو عنوان وليد عطية يتعادل مع الفريق القوة الجوية ضربة جزاء ايه بس 16 لا عمين هنا لا لا هو الحارس بس تثمين لموقف ضربة الجزاء مو حتى ككرات همية لأن هاي اول مباراة للوليد اول مباراة للوليد بالدوري ومع فريق القوة الجوية تحسب الحارس مدرب حراس المرمى علي حسين لكن يعني يعرف كابتن هايثم بالدقيقة 83 84 ضربة جزاء وفي ملعب في المحافظات يعني عزيه هو سبب التعادل يعني كان المباراة منتهي لو مسجل كان انتهت المباراة طبعا تحياتنا للكابتن علي حسين جليل خطوة تحسب الى من يكون الحارس البديل بمستوى افضل من الحارس الاساسي صاح معناها اكو عمل اكو جهد كابتن ولذلك اليوم حصل على تكريم هو نيشو نيشو ربطك ياهي لأن وليد عطيه سبب التعادل ونساعد علي ملاحظة على الحراس حتى من كان مدرب السابق كريم السيل لتلاث حراس في نادي الديوانية ثلاثتهم جيدين ثلاثتهم نفس المستوى ثلاثتهم جيدين زين التكريم الفين دولار للحارس وليد ما يسبب حزازية لللاعبين الاخرين من تكرم لاعب واحد في المباراة كابتن اريد وشهة نظر فنية ناجم عن خبرة وانت لو تسأل كل المدربين حتى السيد الحنكوشي من كنتاني كان عنده مخترح ليسجل هدف الى مكافئة حتى بكتها هاي لو رحنا كمدربين نعرفها يعني بس اللي يسجل لا يمكن اللي يصنع اللي يصنع افضل اهم من اللي يسجل فعادي بس هي المباراة لين يعني حارس مرمى